تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة تحقيق قوة دفاع البحرين المركز الأولى في بطولة الرماية العسكرية الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي أقيمت منافساتها في مملكة البحرين